بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة سيظل الأهلي دائما وأبدا هو الملك ونظل نحن جنوده وحماه من كل تجاوز وافتراء أهلا بك بشواندس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين حلقة النهاردة رقمها 913 في مسيرة ملك وكتابة اللي المهندس عدل القيعي استهل لها سيبقى الأهلي ملكا ملكا وسنظل نحن أيضا حراس هذا الملك والراصدين دوما لكل ما يكتب ويقال عن هذا الملك والرد عليه والتعامل معاه وتصحيح الكثير من هذه المفاهيم الموضوع بقى واضح جدا واللعب عن مكشوف الناس قالت حتى لو مش هتقولي الحقيقة بس لحها عليه وتكلم ويطلع ناس يقولك فلان قال وفلان عاد ولا يملك الدليل وأنا بإذن الله الناس اللي تكلمت وقال الكلام على لساني آه يقولك عاد لكي عيقال سأولى حقها معاهم مثبات هذا الكلام منهم ناس أنا بالكاد أفتكرهم آه واخد بالك والأهلي والتفريخ حضروا بقى وسمعوا الخطة وسنفرغ ونعمل وقلنا مئة مرة عشرة وعشرين وثلاثين وعلى لسان رموز الإسماعيلي نفسهم ليس صحيح الأهلي رفض استضافة إسماعيلي قال العكس صحيح الأهلي كان يفتح زراعيه بمنتهى الدفء لكل لعب الإسماعيلي يتضربوا يعملوا مطشط اعتزالهم يتعلقوا سألوا العربي سألوا بازوكا سألوا كابتن على بو جريش كل الكابتن الأدام كلهم قالوا هذا الكلام وهذا مرسول أما بقى اللي جربوا الفتنة ونجحوا فيها وفاهمين إنه كلهم يحصل هدوء وتقارب ليه وليه بقى محمد شيحة طلع لنا أشكر الأهلي العليات دي أنا اللي هو عادة يعني صعب يقول أشكر الأهلي هو في صفقة الساعي كان يدعم النادي الإسماعيلي أكتر منه ما هو يسعى إلى صفقة من ساعتها الدنيا قامت ما عادتش تيك 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 ويجيبوا بقى ناس تقول واسمعنا وعادنا عالي وقال لا كده ما ينفعش هنفرغ وحنعمل طب في الوقت اللي هو ما بتهمه بتفريغ الإسماعيلي هو العصر الزاب الإسماعيلي مين اللي بفرغ دلوقت الإسماعيلي ومين اللي أزاب ومين اللي تسبب في إيقاف قيده قلناها مرة واثنين وثلاثة شوفوا مين انتقل فين وبسبب هذا الانتقال اللي هو بتعب ريم حسن الإسماعيلي يعيش هذه المشاكل كلها اللي محدش بحاول ينقذه منه فهذه الوقاعة لن تستمر ولا يمكن أن تستمر لأنها فتنة أستاذ إبراهيم لقد قلينا على أنفسنا وأشكر أننا زميلتك كل السنين دي لأن كان هدفنا واحد كان معركتنا واحدة أنه إحنا ما نسيبش حد يفتري على الأهل صحيح ولا يشوي تاريخه ولا يتقاول عليه ولا على رموزه أي